كده ومبسوط انا بقول دايما وتكون دايما بشوش كده وسعيد ان انت بتحقق انتصارات كل يوم تحقق انتصارات قواتنا المسلحة والشرطة انا بقول لكم يوميا مش من يوم الجمعة لا من قبل كده اوعى في اي يوم حضرتك تكون متدايق او حد بيدايقك او حد بينكد عليك او حد بقولك ده البلد خلق لا انا بقولك اهو دائما تكون سعيد كده ومبسوط وراسك دي فوق على طول على طول على طول يعني اطول من النخل انا بقولك اطول من النخل انت دايما كده النهاردة ما تشوف قواتك العظيمة بتعمل ايه وبتضرب الارهاب ازاي وتواجه الارهاب ازاي وتحقق زي ما بقولك انتصارات وانت بكل فخر تكون سعيدا وفخورا بقواتك المسلحة وشرطتك العظيمة الاتنين اللي بيحموا هذا الوطن وطراب ويدفعوا عن طراب هذا الوطن تكون سعيد احدث خبر احدث خبر حبس هشام جنينة خمستاشر يوما على زمة التحقيقات حضرتكم عارفين النهاردة كان تم القبض على هشام جنينة بعد انبارح ما كشفنا وفجرنا ويعني اقدر اقول كده على الهواء مباشرة ان احنا كنا والحمد لله الحمد لله لنا السبق في تفجير هذا الموضوع والمطالبة بالتحقيق وفتح تحقيق من جانب القضاء العسكري كنا بنقول هذا الكلام امبارح زي دلوقتي بالضبط كان لنا بقول لكم هذا السبق ان احنا نعلن عنه امبارح ونتشف التفاصيل امبارح ونطالب نطالب بناء على رغبة الشعب نتحدث بناء على رغبة حضراتكم وما حدش بيشتغل الا من خلال هذا الشعب العظيم النيابة النهاردة نيابة العسكرية قررت قبل قليل حبس هشام جنينة 15 يوما على زمة التحقيقات ليه هشام جنينة راح القضاء العسكري هنتكلم في هذا الموضوع لان القضية تخص القضاء العسكري تخص القوات المسلحة هشام جنينة ما كانش بيتكلم معه عن مطش الاهل والزمالك او مطش المقولين مبارح ما كانش بيقول انه فيه وسائق تخص المطش انه الاهل جاب 5 مبارح ازاي في 13 دقيقة مثلا يعني ما كانش بيتكلم على كده كان بيتكلم على امور تتعلق بالامن القومي تتعلق بالقوات المسلحة فالامر يخص القوات المسلحة فالقضاء العسكري هو تبقى للدستور والقانون كل ما يخص القوات المسلحة قضاء العسكري يتولى التحقيق فيه مدني او عسكري قوات المسلحة لانه رئيت بعض الناس يقولك اصله ده ما اه حتى لو مدني مدني يخص قوات المسلحة يروحوا القضاء العسكري هوت على رأسك ريشة محدش على رأسك ريشة في البلد دي وقلتها مبارح كان معنا كمان زي منا خالد وبكر فيش في البلد دي اي حد فوق القانون وعايز اقولك من الاخر يعني اللي عملتوه من 2011 و12 و13 من اساءة للقوات المسلحة اوعى تفكروا تعملوا تاني اوعى تفكروا اوعى تفتكروا القوات المسلحة هتتأخر في اي لحظة انها هتواجه اي حد لانه هذي الامور تتعلق بمؤسسها اتحملوا كتير اوي 2011 و12 و13 سخفات وشتائم وقذورات وكل ده لن يتكرر هذا الامر مرة اخرى فكل واحد عايز يحفظ على المؤسسة دي يحفظ عليها عايز تقرب بالمؤسسة دي يبقى حذر الاقتراب مرة اخرى من القوات المسلحة في اي وقت اوعى تحذره تاني مع القوات المسلحة اللي اتحملته كفاية وعلى فكر هي بيتنفس ده تبقى لأوامر الشعب مش حضراتك اللي قلته وبتقوله اي حد يقرب مش هنسمح له حضرتك اللي قلت انت حضرتك كشعب مش انتوا اللي طالبين الحفاظ على هذين المؤسسة حضراتك اللي بتقوله فيتم تنفيذ طلبات حضراتك حد نشيه لعب مع القوات المسلحة ابدا هشام جنينة اعراضنا مبارح ووضحنا بشكل واضح اللي قاله هو جريمة سواء صح او غلط الاثنين جريمة هو ارتكب جريمة مبارح قلنا الكلام ده مش هنعيد الكلام فكنا واضحين مبارح فيه مطلبنا انه القضاء العسكري يفتح هذا التحقيق ويقول لنا هل الفريق سامي عنان قال كده ولا ما قالش هل انه هو نسب كلام للفريق سامي عنان طيب النيابة بتحبسه النهاردة يبقى بدون ما يعني اراجع اي حد انه ثابت انه الكلام اللي قاله جزب ده كلامنا ما لو كان عنده كلام مؤكد النيابة النهاردة مؤكد خدت اجراءات وخدت كذا وسمعت طفين دليلك اصلا لازم تقدم الدليل لازم تقول انه فيه طيب انت بتجزب ليه هدفك ايه وليه كل الفران النهاردة بتطلع من الجحور كله ليه بيطلع من الجحور عشان ايه المصاحة عايزين توصلوا البلد ليه والبلد النهاردة تخوض عملية شاملة في حرب شاملة ضد الارهاب هدفك ايه من محاولة محاولة كسر مؤسسة العسكرية او الاساءة المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة ويتخوض في هذه الحرب الوطنية عملية شاملة وطنية للدفاع عن الارض والعرض والدفاع عن الوطن وضرب الارهابيين يبقى فيه حد تاني شغال بيشغل فيه مصالح اخرى ابعاد اخرى احنا بنحاول نشوفها مع بعض فانبارح وانا بقول لحضراتكم اللي حصل من هشام جنينة كان امر بس انا ما كنتش على فكرة فاكرين احنا طول الوقت بنكلم على شام جنينة مش من النهاردة بن بدري اوي عارفين الحكاية ورفع علي انا اكتر واحد رفع عليه قضايا عشرة ممكن تقريبا قلتلكم الاسبوع اللي فات لما خدنا البراءة في اتنين في يوم واحد مع المشي رحمة ديزند طيب فاحنا من بدري ما كناش بنتكلم من فراغ كنا عارفين الناس ده فيه اعلامين وفيه صحفين وكان يروحوا بقى البيت ويعملوا الحوارات وليقاءات وبيطلعوا بطل وناس بيدفعوا عنه وقناوات وموجودين يعني وبيدفعوا عنه وكأنه يعني فتح يعني شغال ايه لا احنا من الاول عارفين عارفين ده دول مين وتاريخهم ايه عارفين وبنقوله بس في ناس ما كانتش يعني ايه ان الموضوع شغل ما فيش حاجة شخصية جماعة عمرنا وكل يوم ربنا ربنا والله سبحانه وتعالى بيكشف كل يوم اللي عمانين نقوله سنوات طويلة كل يوم بالدليل يتحقق قدام حضراتكم عشان كده عمري ما فيه واحد شاورنا عليه شاورنا عليه حتى لو اتأخرت العدالة حتى لو تأخرت العدالة هيثبت اللي قلناه كان صحيحا شوفوا لو اتأخرت سنة اتنين تلاتة خمسة هيجي يوم العدالة هتقولك كلمة الصح اشتركوا في القناة